العين تقدم يشفي كمن كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لها آفاق صحية للدكتور وليد فتاحي بسم الله الرحمن الرحيم إخواني المجتمعين إخوات المجتمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ معكم حلقة أخرى في برنامجنا وحديثنا اليوم إذا أردت أن أضع له عنوان فليكن عنوان أطفالنا أمانة في أعناقنا السلامة المنورية نعلم المقاص العليا للشريعة الإسلامية منها وأولها حفظ النفس هناك قوانين سنتها كثير من دول العالم سواء كانت في أمريكا أو غيرها لتحفظ هؤلاء الأطفال مثلا عندنا موضوع الحزام الأمني والحزام الأمان في السيارة وضع الأطفال في المقعد الخلفي وضع من هم دون الثالثة من عمر في المقعد المخصص لهم هذه كلها أدت إلى خفض عدد القتلى والوفيات من جراء حوالي السيارات بنسب عالي جدا في الغرب للأسف في كثير من العالم العربي عندما ننظر في شوارعنا نجد مظاهر عجيبة يعني مثلا ممكن الواحد يكون يقود سيارته يمكن على كل يوم يجد طفل دون الثالثة من عمره في سيارة دون أن يكون جالس في المقعد المخصص له اللي هو لأطفال دون الثالثة من عمر ممكن نجد أطفال أقل من 13 سنة يجلسوا في المقعد الأمامي يعني خلي بالكم ممنوع أن يكون طفل دون الثالثة عشر من عمره يجلس في المقعد الأمامي بل إن رجال الشرطة في الغرب يوقفوا السيارات يتأكدوا من سلامة الأطفال طيب إيش رأيكم أنه أنا كثير ما شاهد في العالم العربي هو أمثلة في السعودية أطفال دون الثالثة عشر من عمرهم مش مقعد الأمامي يقود سيارة والشيء العجيب أنه أن أصبح الناس هناك تبلد ممكن واحد يشوف الطفل منطلع رأسه من النافذة أو أب بيقود سيارته والطفل يجلس في حجره أو الطفل دون الثالثة عشر من عمره يقود سيارة دون أن يثير أي نوع من الانتباه في المجتمع ولكن ممكن ترى امرأة في منتصف أربعين من عمرها متحجبة بجوارها زوجها تقود سيارة وتقوم القيامة خاصة في دولة زي السعودية إذا نحن كان هدفنا هو سلامة الأمرورية وهي طبعا أعلى مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس لماذا لا يكون في هذا المجتمع كما المجتمع السعودي كثير من الناس حملوا على عاتقهم أنه يعني ليس من الصحيح أن تقود مرأة قيادة السيارة ليش كذلك ما عندما يروا سيارة يقودها طفل عمره 13 سنة أو يكون هناك أب يقود سيارة ويضع ابنه في حجره أو أب يقود سيارته أولاده كلهم خارجين من النافذة لماذا لا تقوم القيامة ويقوم هؤلاء كذلك بالتصحيح متى آخر مرة رأينا رجل شرطة يوقف سيارة عشان يتأكد من سلامة الأطفال أنا ما رأيت إلى يومك هذا شرطي يقوم بإيقاف سيارة في العالم العربي عشان يتأكد من سلامة الطفل ووضعهم في السيارة الموجودة عندما نرى نحن بالنسبة لحوالي السيارات في العالم كله نجد أكثر وفيات في العالم هي من جراء حوالي السيارات بل في العالم العربي في دول العربية بعض الدول العربية وأذكر للسعودية كانت من أعلى نسب الوفيات هي موضوع حوالي السيارات فوضع حزام الأمن والإطمئنان على سلامة الأطفال ووضعهم الصحيح هو في حذاته تعتبر من المعايير المعروفة متعارف عليها الهامة من أجل الحفاظ على أرواح هؤلاء الأطفال الذين هم أمانة في أعناقنا هي واجب شرعي قبل أن يكون واجبا إنسانيا وقد هذا ما فهمناه وأخذناه عن رسولنا ومعلينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما تعلم صحابته الكرام في وجوب الأخذ بالأسباب حتى لا ينقلب التوكل تواكلا خير مثال يضرب في هذا المكان في هذا المجال هو ما ورد في الأثر من القول الأعرابي اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل أي اعقل واربط ناقتك وخذ بأسباب ابقاءها لك والحفاظ عليها من الضياع ثم توكل على الله بل وفي استعمال كلمة اعقلها بعد بلاغ آخر فهي تشير إلى وجوب تحكيم العقل بالأخذ بالأسباب المادية بما يتناسب مع طبيعة المتعامل معه معنى ذلك اعقلها هو أن نحكم العقل والعقل والمعلومات والأحصائيات والعلم والمشاهدات والتجربة كلها تشير بأن الأخذ بأسباب السلامة في قيادة السيارة هو هام ومنطق بل يعني الشيء العجيب أنه الإنسان الناس اللي يموتوا في السيارات من حوالي السيارات أكثر بكثير من الذين يموتون من حوالي الطيارات هل ممكن تصور واحد ركب طيارة مش حط الحزام حقه فبالك أن حوادث السيارات الناس الذي يموتوا فيها مئات الأضعاف أكثر من الناس الذين يموتون من جراء حوادث الطائرات ومشاكلها حقيقة أنا أرجو من كل واحد مننا ليس فقط أن يتأكد هو بسلامة أطفاله في السيارة حقه يتأكد أن هناك في مقعد لمن هم دون الثالثة يتأكد أن أولاد لما دون 12 من عمر أن يكونوا في المقعد الخلفي يتأكد أن كلهم يضعوا الأحزم حقهم يتأكد أن لا يسرع في السيارة يتأكد من كل ذلك بل وأرجوكم إذا رأيتم آخرين قصروا في الأخذ بهذه الأسباب وخانوا هذه الأمانة وهي أمانة الحفاظ على أرواح أطفالهم أرجوكم أن تبادروهم بالنصيحة لأن هذه أمانة وكلنا مسؤولون عن هذه الأمانة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن نصلح مجتمعنا مجتمعاتنا وأن نكون إن شاء الله عاملين جادين في الأخذ بأهم مقاشد الشريعة الإسلامية وهي حفظ النفس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com الهندسة الصوتية محسن الطرزي أحسنت بالله